هذه نتيجة اللهمال يا سلام التهاب اللثة ليس بشيء بسيط مثل ما تفكرين إنما يصيب حوالي 750 مليون إنسان أو 10% من سكان العالم التهاب اللثة هو أحد الأسباب الرئيسية لمشاكل الجهاز المبكر والولادة المبكرة عند السيدات الحوامل ويرفع بنسبة 20% خطر ولادة الطفل بوزن أقل من الوزن الطبيعي والمرضى اللي عندهم مشاكل بالقلب أو اللغشية القلبية نسبة إصابتهم تزيد 32% في حال وجود التهابات مزمنة أو حادة باللثة إذا كان عندك هالمشكلة يا سلامة أنصحك تراجعين أخصائي في أمراض اللثة لتفادي العواقل أما على صعيد الوقاية فممكن نتناول العصاير الطبيعية اللي تحتوي على الفيتامين سي مثل البرتقال والكيوي ونعتاد على وجود الخضار والسلطات في غذائنا اليوم وأكيد نبتعاد عن الوجبات السريعة والأكل الجاف مثل البيزة والمعجلة وما في داعي نتكلم عن ضرورة تنظيف أسناننا في انتظام الفرشاة والخير فأساكم دوم بصحة وسعادة ترجمة نانسي قنقر